أعلم بحضراتكم من جديد طيب الكلام اللي جاي ده مهم جدا لان انتوا متعودين مننا دايما في برنامج الترند بنفتح الملفات المهمة الخاصة بالكرة الافريقية لان الملفات دي بتفيد الكرة المصرية في المقام الاول وبيتفيد الاندية في المقام السالي طيب نهاردة الاتحاد الافريقي عمل مؤتمر وندوة او ورشة عمل مهمة جدا هتتم على مدار سلاسة ايام قادمة في دائم من النهاردة 27.7 حتى يوم 29.7 الندوة والورشة العمل معمولة ليه؟ معمولة لان الفترة اللي جاية ملف ترخيص الاندية ايه يختلف اختلاف كلي بنسبة 100% عن اللي كان بيحصل في السنوات السابق كانت زمان بتبعت ورق الرخصة او ملفات النادي اه ملف مالي ملف اداري ملف قانوني الهيكل التنظيمي قطاع الكورة شكله ايه مين موجود فيه الجهاز الفني الرخص التدريبية وبيتقدمها في ملف عبارة عن مثلا 100 ورق او 50 ورق حسب امكانياتك وحسب قدرات النادي اللي انت موجود فيه او مسؤول عنه وبيتبعتها للاتحاد الوطني او الاتحاد المحلي بيتابعوا بيراجع الاوراق وبيشوف مدى مطبقتها على الواقع والحقيقة واذا كان الورق سليم بيبعته الى الاتحاد الافريقي وبالتالي الامور بتعدي بشكل عادي جدا ولكن بدءا من شهر 7 زي النهاردة السنة الجاية 2023 كل حاجة هتبقى عن طريق سيستم ان اونلاين يعني عبر سيستم الكتروني الاتحاد الافريقي هيعمله لكل الاتحادات الوطنية خلال الفترة اللي جاء كل حاجة هتبقى اونلاين مفيش حاجة اسمها ورقة جبهالي وانا مضيلك عليها ونبعتها وناخد عليها استثناء ولا الكلام ده خالص مفيش الكلام ده تاني تدعم من السنة الجاية مفيش نادي هيلعب في المسابقات الاندية الافريقية كل حسب درجته يعني هتبقى فيه معايير للرحصة للي هيشارك في دور السوبر هتبقى فيه معايير للرحصة اللي هيشارك في كأس الكونفيدرالية وكل المعايير دي كل ما بتلعب في بطولة أقل كل ما هتكون المعايير أقل فيه حدتها وقوتها ومدى الشروط اللي عايزة الاتحاد الافريقي الفترة اللي جاية وبالتالي ابتداء من شهر السبعة السنة الجاية كل حاجة هتبقى اونلاين وكل نادي هيتعامل مع السيستم ويحط الأوراق بتاعته ويبعثها للاتحاد الافريقي وفي النهاية الاتحاد الافريقي هيتابع الإجراءات والورق ده من خلال شركات هيتعاقد معاها عشان يشوف مدى صحة الأوراق عشان في النهاية النادي اللي مش هيلتزم بالإجراءات دي مش هيشارك في البطولات الافريقية وهنوصل لمرحلة بعد كده ان الاتحاد الوطني هيتابع الإجراءات كمان ويبص على رخص الأندية سواء اللي بتلعب في أفريقيا او اللي ما بتلعبش في أفريقيا والورق لو مش مطابق للمواصفات والمعايير إجراءات الافريقية أبرز الأمور النهاردة الاتحاد الافريقي شرحها لكل مديري الترخيص في الاتحادات الوطنية لأن النهاردة ورشة العمل مين اللي ممثل فيها مش الأندية الأندية مش معنية بس مين المعني بقى الجهات اللي هتبقى مسؤولة عن الأندية زي مين الاتحاد المصري لكرة القدم هيكون مشرف بالتأكيد على الأندية المصرية في الفترة اللي جاية فالمدير التنفيذي ومدير إدارة الترخيص لازم يكون حاضر النهاردة ورشة العمل ويتابع على مدار 72 ساعة اللي جاية إيه التطورات وإيه المعايير اللجنة الترخيص في الكاف بقيادة محمد سيدات الموزنبيكي عايز يطبقها خلال الفترة اللي جاية كمان النهاردة كان حاضر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مسؤول الاتحاد الدولي فيفا اللي أقر هذا النظام من حوالي 6 شهور وبلغ بيه كل الاتحادات القرية لازم نظام الترخيص يبقى أونلاين سيستم إلكتروني يفيش حاجة اسمها أوراق تتقدم وبالتالي الاتحاد الافريقي هيطلب أو يعتبر من البداية من النهاردة بيفاهم الاتحادات اللي يتعمل للفترة الجاية أول حاجة لازم تشكل لجنة لإدارة ملف الترخيص في الاتحاد المحلي بس اللجنة دي دورها يتعمل حاجتين أو ينبسك من اللجنة دي لجنتين لجنة الطلبات ولجنة الطعون لجنة الطلبات اللي هتحدد المعايير اللي هتقدم بيها الأوراق عبر السيستم ولجنة الطعون اللي لو انت ترفض الطلب بتاعك وترفضت الرخصة في لجنة الطعون على رفض الرخصة خلال الفترة اللي جاية حاجة تانية وانت بتقدم الملف والمعايير بتاعتك لازم يكون عندك فريق كرة قدم نسائية أي فريق أيا كانت إمكانياته ما عندهوش فريق كرة نسائية مش هياخد رخصة الأندية المحترفة ومش هيشارك تباعا بدور السوبر لأنه عندي مفاجأة النهاردة هعرضها على الشاشة لكل سادة المشاهدين بس أخلص بس البنود اللي جات لديه النهاردة من مسؤول الكاف وأعرض حاجة متعلقة بدور السوبر الإفريقي لم تعرض من قبل على أي شاشة مصرية في الفترة السابقة لأنه كل بيسأل عن دور السوبر إيه ما لمحه؟ معودونكم دايماً هنا عبر شاشة القناة الأقل بتعرفوا كل التفاصيل من خلال برنامج التريند كمان الاتحاد الإفريقي يتعاقد مع شركة تطقيق مالي شركة مالية الدور المنطبة هذه الشركة إن هي ترائب وتفحص حسابات الأندية وميزانيات الأندية أي نادي هيقدم ورقة حسابية أو ميزانية الميزانية والورقة مش هتتخذ كده عبر السيستم ويتم اعتمادها في شركة تطقيق مالي لازم تقوم بدور فحص هذه الحسابات ومراجعة الميزانيات مثلاً عندنا شركة زي الشركة اللي قامت بدور المتابعة المالية للاتحاد الإفريقي في السنوات السابقة ممكن يتم التعاقد معها عشان تفحص الميزانيات الخاصة بالأندية كمان لازم يكون عندك معد بدني معتمد وعنده رخصة لازم يكون عندك أكاديميات معتمدة وبتطبق القواعد اللي بيقولها الاتحاد المحلي وفي نفس الوقت الرخصة مش هتبقى لأندية اللي هتشارك في البطارات الإفريقية الرخصة هتبقى لكل الأندية اللي تلعب الدوريات المحلية يعني في مصر فيه 18 نادي بلعبه في الدور المصري لما الاتحاد الإفريقي يطلب ويقول المعايير دي الاتحاد المصري ينفذ المعايير دي مش على الفرق اللي هتشارك في أفريقيا لا دعاً 18 نادي 18 نادي لازم يطبق المعايير دي اللي هيشارك في أفريقيا خلاص أوكي واللي مش هيشارك كده كده الله أعلم ممكن السنة اللي بعدها هيبقى أول السنة اللي بعدها ممكن يشارك كونفدرالية كمان كان الاتحاد الوطني بيدي ترخيص مؤقتة لغاية لما يعني تزبط الأمور عندك وتعدل كل إجراءاتك لا مفيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة يا تبقى نادي محترف ومعاك رخصة الأندية المحترفة يا إما ما تبقاش معاك الرخصة وبالتالي ما تشاركش إذن مفيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة خلال الفترة اللي جاية